موسيقى يا مسائل ورد مسائل خير مسائل فل بيوم الخميس اللي كله بركة كله خير ومع نهاية العشرة أيام الأواخر من رمضان سعيدة ان احنا منطلع عليكم كمامي برنامجنا في طور الصحور ورح نعمل وصفات وأفكار كتير حلوة ولكن معي ضيف خفيف لطيف شف موهوب جدا ومعروف جدا جاء من الكويت مخصوص فقلنا لازم يكون معنا اليوم ضمن حلقاتنا شف محمد الكلحة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أعطيك العافية والله نورتني الله يسلمك يا عرب بعدين خبرة برامج الشف خمس سنين برنامج طبيخ على شاهد صحيح على الشاهد وظليتك تطبخ كنت أنت وحده أو حالك؟ انا وهو البرنامج لشف عبد الرجزاق السيد من الكويت وأنا كنت في البداية ضيف معه وبعدين صرت شف أساسي وكملنا حلو أهلا وسهلا فيك نورتك والحمد الله على سلامتك انا متحمسة كثيرا أنت معي اليوم سأطبخ مص الطبخات أردنية فلسطينية وهو سيقوم بعملنا الحلو ويكون كويتي صحيح فأنا عندما أقول له نعمل السعودي قال لي لا أنا جاء من الكويت ونعمل كويتي مضبوط صحيح هو يرى الحلويات الخليجية تقريب فيها نفس الطابع حلو يعني يشبه بعض يعني مثلا اليوم رح نعمل حلو اسمه القلبة 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 اللي هي بتشبه يعني بنت عم الكريم كرامل بس بنكهة خليجية حلو وفي عنا وصفة تانية اسمها البلاليت البلاليت اللي هي شعرية هلا البلاليت موجودة عنا ونعملناها هون احنا بنعملها شعرية بالحليب نقولها البلاليت صحيح هي نفسها هي نفسها بس بنكهة خليجية أكتر فيها هيل وزعفران أنا رح أدمج الوصفتين مع بعض نعمل القلبة ونحط على وجه البلاليت طب أحكي لك شغلة أنا لأنه أنت موجوده رح ينصدمها هل أبدأ أحكي لي عنها هو جايب لنا من الكويت صحيح مصفة جاهزة من القلبة حاملها معه وحاطها صح وبقول له والله يعني فضيع شغل لا أول شي بتستاهلي أولا التعب ثاني شي أحبت أن أعملها وأنا في مكاني عشان تطلع زي ما أنت حابت تشوفيها طيب اسمع انت قلت لي أنه أجيت الجو ونعرف أنه أمان أنا جاي نصيف أنا شايفة فهو جاي من الكويت على الحلقة لكن البلاليت لا تأخذ وقت لا كل تحضير خمس دائفة نعمل الوصفتين على اليوم نعم نبدأ أخذك تحت القبل الواقع لازم نعمل القلبة نعمل القلبة أولا ونقول له ما قصتها ولماذا اسمها قلبة وبعدين نعمل معها البلاليت ونزينها ونزبطها خلص ممتاز حلقتنا اليوم مليانة نريد أن تفوتوا على صفحاتنا نعمل مليانة نعمل مليانة نعمل مليانة ونشاير الحلقة ونجاوب على سؤال حلقة الجاج الذي عملته اليوم بشو محشي أنا مثلا جاج محشي دوالي فقال لي مليانة مليانة غريبة صح ما أنه أنت من يافا الأساس مضبوط صحيح من يافا بحثنا الفلسطينية هو نفس الثقافة بس يمكن أنا بشوفهم دائما بمثلا كتف الغنام بحشؤوها أو بالخروف كامل صح بس بالجاج ما جربتها فاليوم نجربها سأعطيني حصة أكلها بعد الفطول والله أحلى حصة ستكون لإلاجها والوصف الثاني سنعمل صلاطة البقليات سندخل فيها البقليات لكي تكون مفيدة وهيك يدفيننا اليوم بالشتاء سنعمل عصير التمر بالأفوغادو أو عفوا الموز بالأفوغادو وآخر شيء سنجعل الشف محمد هو يعملنا اليوم أطبائي سنعملنا القلبة وسنعملنا بلالية الشعرية نعم نعم سنحكي لكم على المسابقة سيكون هناك الجوائز التالي لدينا تيكت من دلس للسياحة لشرب الشيخ هاي أحلى سفرة شرب الشيخ ولا في زيها بعد ذلك لدينا قسيمة من هاوس اف جولد بقيمة 150 دينار سعف أنا خصمتهم لا بسيط 150 دينار ودينا قسيمة من حبيبة وقسيمة من شين وخمس بكيجات من أجتال وعنكم كمان قسيمتين من مركز البطيخ للأسنان بقيمة 100 دينار محرزين وبكيج من نون وبكيج من فيوتشر وعننا كمان قسيمة من حبيبة بقيمة 20 دينار خليليها عجنا هيا عجنا معنا لسا عم بقوله نحن رحينا حبيبة يوم الاثنين با بكون سافرت بأخذ الخسيمة خاص موافق وقسيمة بقيمة 85 دينار من حيدر مراد وأخيراً قسيمة بقيمة 70 دينار من شركة أثواب حلو يعني معنا جوائز كثير قيمة على مدار الحلقة سنذهب لأول وصفة لليوم نحضر لكم الجاج المحشي وراء عنب موسم وراء العنب والنجاجات تكتكين حلوين من العز سنعملهم بوصفة واحدة ناخد ماء دينار لجاج المحشي وراء عنب سنحتاج لتكبلة تجاج أكيد جاجتين من العز معلقة كبيرة من الملح معلقة كبيرة من الفلفل الأسود معلقة كبيرة من البابريكا معلقة كبيرة من التوم المهروس ربع كوب من لبن المزرعة معلقتين كبار من صلصة البندورة وعننا معلقة كبيرة من بودرة مراء الجاج من النون وعننا بهارات مشكلة أما لتتبيرة وراء العنب سنحتاج وراء عنب كوبين أروس تايجر زيت شعبان وعننا ربع كوب بأدولس من أشتار ربع كوب من البندورة حبة بصل مفروم تقدر تكون اختيارية عصير ليمون دبس رمان وعننا أكيد كل الخضروات من أسواق النرجس مرحباً مرحباً نعم كبير نعم أنا أعرف أن الفكرة غريبة ولكن أحد المصفزة التي لم أتحدث عنها قبل قليل محمد هي وصفة أصلاً تقليدية لا أحد يأتي إضاف عليها في كل شيء في بيت الطابون صحيح لم يكن لديهم طبخ الدوالي لحال ونجاج لحال فكان البساطة في الحياة مرة يكون لحمة مرة يكون لحمة مرة يكون لحمة يحشو بالجاج والجاج أكيد لا يأخذ كمية كبيرة من الدوالي أنا أضع كمية في الصينية وأضعها بالفرن لأنني تخيل طعمته يكون منكه بالجاج من داخل زاكي كثير زاكي ولم نضع فيها لحمة أولاً سأقوم بعمل تطبيق التجاج وأنا عم بعملها الشيفك وأنت عم بسألك تفاصيل أنت لأنك تقضي فترة هنا وأنت الأساس من فلسطين حكينا أنه يعني بين فلسطين والأردن والكويت نعم أكيد هناك اختلافات بطريقة مثلاً احتفالنا برمضان كيف نصوف العدد والتقاليد الناس كيف التفاصيل بالكويت هلأ إحنا بدأت تكلم عن تفاصيل إحنا وصغار لأنه الآن يكون شيء تغير دائماً بنحس أنه جو السحور سحور يعني بتذكر أنه كنا السحور هذا أشيء أساسي صح كل يوم لازم ماما تصحينا رحمة الله عليها تصحينا فترة السحور نصلي نتصحر ونصلي الفجر مع بعض وصفرة الإفطار والتحضير وعجئة البيت والمطبخ هاي العجئة يمكن نشوي مفتخدين هاي الأيام يعني فيه أشياء كثير جائز صح صح حليل طقوس رمضان الحلوة اللي تعودنا عليها ومسلسلاتنا بعدين زمان تشوه التلفزيون كانت قناتين مثلاً القناة الأولى والثانية فاللي بنحضره إحنا كل الكويت بيحضره صح فبتلاقينا كلنا متشاركين نفس الثقافية أو نفس الذكريات كلها تعنينا شوف أنت موليد الكويت أنا مولود وعيش في الكويت عيش في الكويت طول عمرك سأحكي لكم معلومة عنه كثير غريبة لكن سأحكي لكم عن التتبيلة أولاً سأضعنا لبن من المزرعة أكيد وألبن من المزرعة متوفرين بكل مكان هايبر ماركت و سوبر ماركت موجودة أكيد بفروح والموجودين حول المملكة إحنا قريب من بيتنا في واحد المدينة الرياضية في كل تفاصيل الأجوان الألبان اللي أنتو بتكون معيها حطينا لبن حطينا معلقتين من صلصة البندورة حطينا معلقة من الابهارات مشكلة حكينا كل جاجة بالعادي بدها معلقة كبيرة من الملح وعننا الملح من الكسيح أكيد وعندي فلفل أسود وعندي عصير ليمون تتبيلي خفيفة لطيفة لأنه لا ننكحها كثير للجاجة لتأخذ دوالي يأخذ نكهة لذيذة وعننا زيت شعبان أو زيت زيتون إذن لبن صلصة البندورة عنا توم مهروس إبهارات مشكلة ملح فلفل أسود وعصير ليمون هقلبهم كل ياتهم أتبل فيهم الجاجة وإذا لفيت الدوالي وتبلت الجاجة قبل بيوم بيكون ممتاز شف شف أنت مو شيف بالأساس نعم أنت بالأساس صيدلاني أنا شايف أصلا أنه صارت كتير ناس عم تحاول تترجع أنه بتغير بالأساس صيدلاني بس أنت اشتغلت فيه فترة كتير طويلة اشتغلت عشرين سنة طب كيف نقلت من أنك تكون صيدلاني على عشرين سنة بكتشتغل في مجال الأدوية يعني عشرين سنة عمور صحيح بعدين بيوم وليلة والله أنا بدي أصير شف لا ومش بيوم وليلة أكيد من فترة شوف أنت صغيرة اللي بيكون عنده هذا الشغف من زمان صح بيكون هو طفق صح مظبوط من هو صغير وبيكبر معاك بيكون ماخد حيز صغير بحياتك مظبوط وشوي شوي بيبلش الحيز بكبر بكبر لغاية ما يصير هو ماخد الحجم الأكبر صح فبتحس أنك لازم تتوجه تتفرغي له أكتر تمام هذا اللي صار بس أنت يعني ما ضليتك بصيدل جزء مثلا تي حالاتي أنا شوي شوي عم بنفصل من هيك صار فيه آه طبعا بس أنت على طول صرت شاف ولا إيش عملت لا أركيد من قبل لأنني أعمل من ألفين أوكي أنا متخرج من الألفين أنا ومن 2014 بلشت السوشال ميديا تبين أكتر ومن 2009 قبلها كانت الفيسبوك أول ما بلش الفيسبوك صح 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 عاد أنتو بالخليج سناب أكتر بس أول إشي كنا فيسبوك لأن ما كان في سناب ولا انستجرام الفيسبوك كان للكل بعدين ما طلع الانستجرام صار فعلا الكل راح انستجرام طب هلأ أنتو أكتر بالكويت سناب فيسبوك ولا انستجرام الانستجرام والسناب أكتر 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 الأريح للطبخ أو للناس تحضرك كذا سناب أو انستجرام؟ أنا كثير انستجرامي انستجرامي كثير كثير نحن نفس الأشي كله ببلد تعب ليش؟ بحس أنه اللي الفئة ومش هيك كمان اللي بسوي عن الانستجرام بروح بعد 24 ساة هذا مزعلني شوية آه أجاد؟ ما تقدر تحتفظوا الوصفات؟ هلا ممكن أحتفظ فيهم بس أظل أنه ما بقدر الناس يرجعون لها آآ بسهولة آآ 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 راحت علي تعب لي بروح الفاضي خليني أم وثقه بالانستجرام أفضل طيب بلشت من 2014؟ لا من قبل 2009 من الفيسبوك من الفيسبوك بعدين بلشت تطبخ بعدين آآ كيف ردت الفعل؟ قلنا بالخليج المواضيع شوي مختلفة بالبداية إنه شيف ورجل اللي بطبخ وكذا لسا كنت بقول له أنا كنت بأعتقد السعودية أكتر حدا كانوا يبلشوا بالطبخ أكتر بعدين سأقول لي إحنا الكويت أول إشي شفاق قبل يطبخوا بعدين بلشت انتقل على أماكن صح؟ مظبوط بالبداية يبلشوا الكويت ممكن بلشت بالخليج من أقوائل الدول اللي بلشت يكون فيه جرأة أكتر عند الشباب والبنات يطلعوا ويطبخوا ويكون عندهم صفحة على انستجرام ويسووه بالأول كانت الناس شوي في من خجولين ما يطلع صوته ما يبين وجهه صح شوي شوي صار عادي حتى الرجال كانوا يبينوا لماذا أنت ترطب شب ما يريدك ترطبه ما يفهموك ما يفهموك مثلا أنك انت هذه شغف أو باشا عندك بعدين شوية شوية صار كل انفتاح على كل الناس فخلص مشيت الأمور حلو طيب شيف قبل ما نطلع فاصل عشان أنت الناس اللي بدك تقرأ منهم من الفيسبوك نسألناهم بإيش حاشين الجاج اليوم حاشينه أكيد بورق العنب تتبيرت ورق العنب لأنه اليوم باستخدام الجاج سنضع معها لحمة هي فكرتها تكون خفيفة لطيفة وما تكلفنا كثيرا أنا جبت ورق العنب من أسواق النرجس الموجودين بالعبدالي وعطتوا لي ورق العنب مثل الحرير لأنه هلأ موسم وطلعهم أحلى والله يجب أن أعطيك شف تأخذ معك طلعهم أحلى بس أخذته بالماء لتغير لونه عشان نقدر بطريقة سهلة وجبت معي كمان حبات من الكوسة فالتطبيلة ما سنضع بندورة سوف أعطيكم وأنا الموضوع عند أشتال هون سهل بسيط رح أخذ بقدونس مفروم جاهز ورح أخذ نعنع كمان من عند أشتال فرامونيا الصبايا لأنه بيجي برضه معقم ومقسول ومعقم تمام ورح نحط عليه ملح عصير ليمون ع نفس التتبيلة عشان ناخد من نفس التتبيلة الجاج وعنا دبس رمان هاي كمية بسيطة عشان هيك هيكون فيها حبوضة بجنة الإيلة ورح نحط من نون مرأ جعج إبهاراتي مشكلة بس مش أكتر من هيك وبتكون الحشوة صارت جعزة هل رح خلي شوف والله يريد في لي دوالي هل تلف أنت أو المداني؟ لا لا أمرت والله رشاطرة باللف هي اللي بتلف هي بتلف لما بنسوي كمية كبيرة بتلف هي وتجيب بتلم العيلة الجرات والأرايب والأرايب طيب اخبرنا ايش بتشوف على الفيسبوك عشان نربح جائزتين يا شيف لازم نطلع فاصل طيب حسنا نختار الأسامي من المشاركين صحيح حسنا نحكي أساميهم قبل الفاصل أو لبعد؟ لا هلأ رح نحكي أساميهم ستطلع معنا على الشاشة بس يعني احتياطا أو مش احتياطا أقولك أنه الكل بسلم عليك والكل بشكرك على البرنامج وبعيده على الجميع الناس كمان طيب نقول الجائزة الأولى رح تكون من نصيب مين يا شيف تقرأ لنا اسم الرابح الأول إيمان سكرة سنقرة إيمان سنقرة فصي من فيوتر ومن نون مبارك الجائزة وعننا ويام مطر من؟ الرابح الثاني ويام مطر فازت من البطيخي قبل ما نطلع فاصل فيه كمان جائزة ولا أنا جوائزة كثيرة عنا من أشتار رغدة قاسم كما أنا نقولها مبارك اسم الرابح الثالث رغدة قاسم والرابح هند الحوامدة كمان فصي معانا من أشتار مبارك تقدر تسموه امتداء من بكرة من طبعا عمارة العربية رقمها ميتمستين بوادي ساقرة هلأ أنا حلف دوالي وأرجوكم كيف بس إحنا عشان حكينا عن دوالي أكتر هو بياخد كمية من ورق العنب كتير منيحة الكوسة ورق العنب الزيادة اللي حلفهم هلأ رح حطهم بنفس الصينية عشان مطبخهم مع بعض بياخذ الميت الجاج شاء من يوم بالمية ورح نحط له إحنا شوية ماء نروح أخيك وأرجوكم إياهم بعد الفاصل كيف رح يكونوا اللي رح نطلحهم من الفرون المحشيين جاهزة ناطقينك موسيقى شيف عنده معنومات أكتر مني والله العظيم اللي بقول لي شيف عندكم شيف سب نكهة الجميل بتقولوا والله لساتني أنا ما وضعكوا والله شفت بالدعاية شوفي لنا يا مروح شوفي لنا يا مروح شوف لنا بالدعاية خلينا نشوف وينه إذا عنا زيه نعطيه طيب شيف أنا بس لفيت دوالي لحالي من غير ما يساعدني بس بحب أقولكم دوالي لحالي من غير ما يساعدني الضبط هيك بس شيف والله نورتنا هنا الله يساعدك عرب تسلمي رسا عم تحدث عنويا تحت الهواء فالحديث هيك دائما أي صحينا علي عشان عم بحضر الله السلطة طيب أنا شو عملت؟ بس لفيت كمية الدوالي بدنا إياها كيلو نص كيلو ما تتقيدوا أدي بياخد جوه الجعج لأنه جوه الجعج ما بياخد كمية كتير كبيرة هدور رح نطبخ الجعج مع الدوالي بالفرن ساعتين نفترض أنا هون مبارح طلبت أكيد من أسواق نرجس كيلو أنا صراحة طلبت من الدوالي عشان أنا دائما بعمل كمية زيادة لأنه شباب عنا هون بياخدروا في القناة فبالتالي بزيد الأكل شوين فعملت كيلو الكيلو شو عملت فيه أنا لأنه عندي صينية جاهزة بالفرن هل أريد أرجيكم إياها زي ما هي من نحط معاها كوبايتين من المي فقط ليه؟ لأنه الجاج بننزل كتير سوائل الفرن ما بيضيع البوخة على سرعة زي النار ومنا نغطيها بورق الفويل أكيد من فيوتشار عشان تضل المي جوه؟ مليون بالمية يعني بتبخه وتوجع بتنزل مليون بالمية وعشان نحطه على الشبكة اللي بالنص ساعتين لساعتين ونص على نار مية وتمانين بس لأنه إحنا حطيناها زي ما حكينا على الشبكة اللي بالنص اللي هو أنا هلأ أعم بحمر اللي عندي إياهم بالفرن هلأ أرجيكم إياهم أنا بحطه هون كان يستوي إبراحة راحته وليما تعلم والله يسلم إيديك يا شيف أرجع أذكركم أكيد أن ورق الفويل بستخدم ورق الزبدل بستخدم قلياتهم من فيوتشار موجودين بالنقابلين أكيد بتقدر تلوح تشتركوا كل شيء يريدون إياه من هناك أو من الهايبر ماركت سوبر ماركت وعلى صورة فيوتشار بدي أحكي نرائي الكربوني طلع جاري كمعن لأنه مبارح شرد كرز لازلت أخد كرز للأولاد من هون كرز الأخضر؟ آآ في الكويت هلأ نازل أم لا؟ هلأ مرسموا آآ فبنزل زينا ونفس وقتنا اللوز الأخضر والجناريك عمدون أي شيء يميزنا أكتر منهم والأسكادينيا بس يعني طعمتها بيضل غير لما بلدها بتكون مركانها غير لما تكون مستوردة صح مليون بالمئة طيب بنرجع نذكركم نفوتوا على صفحاتنا عمان تي في وشو نذكرهم شيف أنت؟ بالجوائز بالجوائز ويفوتوا على صفحاتنا لازم يجاوبوا على سؤال الحلقة أكيد ولازم يعملوا شر بالحلقة عشان هلأ أنت حكيت له من الجواب؟ صح نجاج نحشي أريد أي علا تلكم الجواب عموما إذا بتفوت على صفحة الفيسبوك بتقدروا يتجاوبوا على السؤال وتربحوا واحدة من هاي الجوائز اللي هاحكي لكم ياها بالأول في عنا قصيمة أول إشي تيكت من دلس للسياحة والسفر رحلة مرتبة لشرم الشيخ وقصيمة من هاوس اف جولد بقيمة 150 دينار وعندكم كمان قصيمة من حبيبة وقصيمة من شين وخمس بكيجات من أشتال وقصيمتين من مركز البطنيخي للأسنان بقيمة 100 دينار وبكيج من نون وبكيج من فيوتشل وفي عنا كمان قصيمة من حبيبة بقيمة 20 دينار هاي اللي قلنا نسيبوها مليون وقصيمة بقيمة 85 دينار عفوا من حيدر مراد وأخيرا قصيمة بقيمة 70 دينار من شركة أثواب فتبعا فأحضرونا عشان تفوزوا في هادول الجوائز رح تسحبهم كل فاصل بس دعوكم الدوال اللي جوة ورق العنام خلينا أجيب واحدة من جوة جوة عشان أرجيكم سواء اللي جوة ولا اللي عالجنب طلعوه ماخذ بيكون من نكهة الجاج الرز مستوي شايفي علي عم بطعبي علي بتشاهي طلعوا طلعوا الورق أخضر بيجنن لأنه أنا جايبيته كمان من أسواق النرجس شوفوا كيف ويحافظ على لونه بيجنن بيجنن وريحته شام ريحته كيف شيف بجنن لنرجحهم عشان هلأ أشك هذا ضايل على الفطول والله ضايل وقيد يا شيف طيب علي من قدر ناخد وصفة السلاطة ولا بعد ما نطلع الفاصل طيب أسماء الرابحين على السريع وبعد الفاصل نعمل وصفة السلاطة ونعمل عصير لهم رح ياخد وقت ونفوت وصفات الحلو على طريقة الشف في محمد ناخد أسماء الرابحين يا شيف الرابح الأول رانا عموري رانا عموري مبارك مبروك على ذلك من البطيخة بقسيمة لعلاج الأسنان الرابح الثاني لدينا ابتسام رشا خستي معنا بكيج من أشتال مبارك وهيك رح نطلع فاصل صغير لنرجع نعمل سلطة بقليات مفيدة جدا ونحط فيها كل المكونات الموجودة عندنا بالبيت زيادة بعد الفاصل نكمل نكون إحماسة كبنجاج موسيقى 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 يا عيني على هذه الجاجات التي في ورق العلم يجنن ويشهون اعملوهم قبل الليلة ثاني يوم قبل أن يجدوا بساعتين وضعهم بالفرن وقرأهم جاهزة اليوم حلقتنا مختلفة مميزة نعمل لكم أكلات حلوة اعملت لكم حتى نرى الجاج كيف دايب يعني نازل منه يعني طلعوا اللحم البيضاء قد ما هو دايب جربوها الوصفة احنا عملناها قبل سنتين ونص هون على الهواء بأول مرة وهي ثاني مرة أحضر لكم إياها فأنا متأكدة أنها سأتعجبكم قبل أن نحن الوصفتنا الثاني درجة أذكركم على صفحاتنا عمان تيفي اوفيشل عمان تيفي كيتشن كما على صفحاتي شف امتياز جداوي لأنكم ستفوزوا بكل قصة من البرنامج بمجموعة هدايا مقدم لكم إياها من فطور صحور بالإضافة لعملاء أنا أكيد بفطور صحور مقدم لكم هدايا كتير حلوة جاوبونا شكارونت وصفتنا الرئيسية اليوم ضمن البرنامج ورح نروح على السنة عندما نرجع نتناقش أنا وشف محمد بتفاصيل ثانية حلوة نحكيها تحت الهواء ناخد وصفة سلطة البقليات يلا سلطة البقليات علبة فصولية حمرة الزنوم سلطة البقليات حموص حب زلوم دورة لدينا مفروم بندورة مفرومة وخيار ودينا بقدونس مفروم أكيد من أشتال ووصل مفروم وكوب من الفلفل رومي الحلوء أما للصوص ربع كوب من عصير الليمون وكما سنحتاج لدبس من الرمان وزيت زيتون وعصير ليمون كما ربع كوب من طحنية الكسيح ربع كوب من دبس الرمان ربع كوب من السماء زيت زيتون ملح وأكيد كل الخضروات وتشوفوها من عند أسواق النرجس يسقط ربع إن نقرأ مجرد مجرد المجرد ممتع يعني نبعط له للشف بقول لي أحسن تحنية إحنا بالكويت ونحب نستخدمها الكسيح أنا على الأقل أنا يعني أحب أستخدمها يعني بقول لي بس إن أطعت فترة بطلت ألاقيها فبدي من هون قلت له هلأ إحنا منزل لك إحنا عنا فبرو طبيلنا عصيري عبالله هي تحنية الكسيح للشف ياريتك أنت حكيت لي من مبارح لا بسيطة والله أكيد كان بعطولك هيك كمية منيحة بجلن وجماعة الكسيح المعاي دائما إذا بتحولي الوزن على الطيارة بأخذ يعني أحلى إشي بالشف استنوا شوي بقول لهم بدي بقولهم حضروني لنخلاط عشان نعمل عصير بقول لي أنا جايب معاي بقول له جايبهم من الدار جايبهم من الكويت كمان جايب الملندر معهم من البيت بحب أدواتي جايب أدواته كلها فبقول لي حشان أعرف أحس حالي في مطبخي صح فضيع الشب أنت ما بتشتغل بشكل اللي أنت حبها بتحس أنك أنت مرتاح فيها ومتعود عليها حملتهم مع الطيارة حملت الشنطة فيها بلندر وفيها كل شي فيها وفيها شعرية وكل شي ما سألوك شو هالإشي الغريب اللي رايح تعمل بحياتها مش الحال بالشحن خلينا عمل الصوس تريع لهذه السلطة أنا هاي السلطة كتير بحبها كتير مفيدة مش بيع بتقدروا تأكلوها على الفطور تخلوا منها جزء لها للصحور أول إشي اللي ناخد من طحنية الكسيح حوت كمية هيك فيها البركر هضيف عليها دي بس رمان الصوس شوي مختلف بس طعمه كتير طيير أصلا الطحنية شو ما فاتت بوصفات تعطيها نكهة كتير لزيزة يا شف نصيح أن يجربوا دي بس رمان مع الطحنية رائع جدا لدرسينج سلطات هذا البداية صح مليون بالمئة وعننا ليمون وعننا سماء ما نضم إشي ما كبناه وعننا أكيد من الكسيح الملح كمية فيها البركر لأنه نحطها كمية كتير كبيرة ومنا بجنن لأنه ملح صخري طبيعي مية بالمئة فممتاز جدا أكيد ونضع معها زيت زيتون ونخلطها بيكون لدينا الصوس تبعنا تقريبا جاهز سريع خلطة خفيفة هكذا صوسنا تمام بدنا نعمل يا علي أنا آسفة عشاني مستعجلة اليوم أنا عم بشتغل بمنتجات زلوم الصبح بالبيت دمام ببعثتوني من كل شيء أكيد لدينا حموص زلوم سأعطيك منه كمان هلا شيف حموص جاهز للأكل بيجنن وصرنا نحط جم صفرتنا دائما وأبدا المهم المناعم بحضر للحلقة لقيت أنه عندي فاصولية حمرة من زلوم حموص حب شوفوا قدي مفيدة هالسلطة وتقدروا كمان تحطوها بسندوشا عفكرة مليون بالمئة مليون بالمئة نحكي عن رجيمة عندنا يا فول يا ذرة اللي عندكم بالبيت يعني أنواع البقليات الموجودة عندي بالبيت بدي أستخدمها أنا لأنه جماعة زلوم دائما بطلب منهم المنتجات اللي بحب أستخدمها أعمل منها وصفات للبيت حلوة بس هنكمل الفاصوليات أوكي شوفوا ما أحلاها وعلبة 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 بتغسلوها بس وبترجعوا تستخدموها عندنا مندورة مفرومة حلو عندنا أخيار مفروم هيك الصلطة صارت مليانة بوتين وفيها فيتامينات وفيها كمان ألياف وعندنا خضاء عندنا هنا فلفل رومي ألوان وفيها ألوان مليون بالمئة أنا بحب الصلطة فيها وطبعاً الدهون الصحية مخدينها كمان من الحينة لأن الطحينة من زيت السمسم فهيك ستواجبوا منتها كاملية أسألك شغلة قبل ما أضيف الخسات وأحكي عنهم خساتي أكيد سي صرت في كل هاتكم تعودتوا عليه أن الخس هلأ بأشتال معمول عليه عروض بنصف دينار أي نوع من الخس اللي بدكم إياه نحنا ما نستخدم بس خس الأيس بيرج اللي حقه نصف دينار وهو خس كبيرة مخسولة معقمة خالية من مبادات الزراعية ومتوفر بكل مكان هاي أوفر لكم أسهل لكم أريح لكم بالوقت من الثلاجة على الصحنة من يوم بالمئة وإذا أريدكم خس الأوك الأحمر خس الأوك الأخضر عندكم اللولوبياندا وعندنا الخس طبعا المشكل كله بنصف دينار هلأ عليه عروض عشان رمضة أنا يا شيف هاي صرطي صارت جاهزة بدا أحط عليها الخس وأحط عليها الصوس بس قلت أسألك قولي عم بقولك الأكلات الزاكية الشيف مبدع بالحلو يعني لو سوتوا على صفحته والآن سأخبرني مرورة صفحتك كمان شيف اسم الله الحلويات اللي أنت بتعملها بتشاهل القلب وانت يوميا بتنزل وصف وصفتين يعني ليس إنه إشي واحد صحيح وين بيروح هذا الأكل يعني بدوق منه طبعا لازم بس الباقي يعني بروح لأصحاب النصيب ورزع لأخواني جراني حبايبي حسنا أخوانك ساكين جنبك إلى حد ما يعني قربين منك يعني يعني قرب شوية هلت بحضرونا اليوم أتمنى إن شاء الله أنا قلت لهم اللي قلت للكل اللي قاعد في البيت مش مداوم بيتابعنا اللي مداوم بيشوف الإعادة بعدين إنت اسم الله ثلاث شباب ست إخوات آه نعم ما شاء الله الله خليكم لبعض وإنت آخر العنقود مفروض دايماً آخر العنقود أقرب واحد للكل صحيح فهي حقيقة ولا لا لا أتمنى أن تكون حقيقة يعني الحمد والله حقيقة صحيح أنك دايماً اللي قريب أقوله إذا حدا بدي نم على حدا مع مين إذا واحد زعلان من حدا بدك تراضي نعم الخواتين طبعاً تقوسهم الخاصة لحالهم بس إذا فيه تقوس ثانية بتكون أيوة مظبوط هلأ الخوات يعني بنموا عليكم مع بعض ممكن هل ستة تعرفيش آه ممكن مهوني حزب ما شاء الله بدأ وجههم تحية كلياتهم أكيد وإن شاء الله دايما بجمعكم على الخير والمحبة بكل مكان يا ربي إن شاء الله وقال لي أنه فيه أختين لقلك في كندا صحيح مظبوط فكمان من وجههم تحية هلأ الوقت مختلف بناتنا هلأ دنيا عندهم ليل أعتق هلأ يعني هلسه بس هلأ بس هلأ عشان بسحور فهم سهرانين عادين آه أوكي هلأ فبيحضرون يعني بقدروا يحضرون نعم ممكن بعتلم الرابط وإن شاء الله بيكونوا عم بيحضروا عادين ووجههم تحية كبيرة أشعب تحكي لعيلك ونحكي عن العيلي وبركة العيلي شف نحن تحت الهواء والله يشوفي يعني أنت وجودك عائلتك حواليك بحد ذاتها هذه نعمة نعمة كبيرة فالله لا يحلم حدا من عائلتك وحبايبه نعم وتظلوا دايما تقضوا كل مناسباتكم لأنه أي مناسبة مهما كانت عظيمة وكبيرة ما في حدا حواليك قريب منك لو شخص واحد ما بتحس إلها طعم مليون بالمئة اللي ما قلوا أهل بدور له أهل والله مضبوط وبعدين احنا منقول الإنسان منجح ببركة العائلة طبعا أكيد صح ولا لا وتشجيعهم هم أول داعم وأول مشجع لإلك وأول ناس بيؤمن فيك وعرفينك وفاهمين طباعك فاهمين موهبتك صح قبل ما الناس تعرفها من يوم بالمئة صح طب علي قبل ما نطلع فاصل عشان أعمل عصير واحنا بالفاصل يا علي لأنه فكرته كتير سهلة كله ثلاث مكونات خلين ناخدهم على السريع يا علي يالله لا عصير الأفوغادو بالموز والحليب سنحتاج موز أفوغادو سنحتاج حليب من أنجوي أكيد سنحتاج سكر شعبان تعرف شف ليش بضحاك أنا بقول له كلها وصفة فيها أربع مكونات بقول لي العنوان لحاله مقادير المكونات كلها كلها موز يا موز يا موز يا أفوغادو كنت تحكيلي فكرة عن الموز أول شي أول شي أنت تعرفوا أن شف محمد زي ما حكينا سيدلاني زائد هذا الحكي إحنا فتحنا عشان أقول لك أنه أنت قلت لي أنك خسرت 16 كيلو صح خلال فترة أدي شف من بلشت من 18 ديسمبر اللي فات من 18 ديسمبر اللي فات يعني إحنا بنحكي عن حركة أربعة شهور خمسة شهور ثلاثة شهور مش فترة كتير قليلة كبيرة أصدي كيف نقصتهم؟ رياضة ودايت التقليل لسعرات وزودت البروتين وبقلل طبعا دهون والسكر بروتين يعني من زيد لحمة جاج بقوليات يعني البروتينات المعروفة مصادرها الحبوب بعض الحبوب بتكون فيها بروتين وأحيانا باخد بروتين خارجة عشان أرفع الحرق اللي هو المقياس اليومي يعني لازم أخده فبزوده وطبعا الرياضة ألعاب مقاومة مش بس كارديو لازم تلعب ألعاب مقاومة اللي هو مثلا ترفع أثقال حتى للبنات بشيلهم ولازم اللي هو الاحتراف اللي هو عضلات بس لازم يكون فيه ألعاب مقاومة أو البوت كامب طب كنت تحكيلي شغلي عن الموز المنقطة طبعا هذا الموز يقولي يا نرجس أنا بحب أتدخله دائما بعصائر بوصفات بكيكات هذا الموز مثلا برضو تعتبر وجبة صحية الموز بهذه المرحلة اللي بكون فيها منقطة هيك بتكون قلة شوي أليافه بس فيه ألياف ولكن بالمقابل زاد شوي السكر الطبيعي اللي فيه ولكن السكر هذا ما بيرفع السكر بالدم يعني هذا ما بيزيد أنا كنت أفكر أنه أنا كنت مفكي إذا بتاكله هو على خضار شوي ما بزيد دهون أو ما بزيد سكر فعلا سكر أليم هيك سكر أعلى بس سكر تبعه الطبيعي لهو ما بيرفع يعني اللي يعني اللي بيرفع السكر الدم يعني هو الأفيد أني أكله هيك أزكى لا هذاك له فوايد هذا له فوايد بس هذا أزكى طبعا هذا لأنه مستوي أزكى أحنا والأفوكاتو طبعا فيه دهون صحية طبيعية صديقة أعتبر فأكيد الوحدة سيأكل كل شيء باعتدال بيكون وضعه باللوج طيب عصيراتنا اليوم أفوكادو بالموز سأضيف لهم سكر طبعا أفوكادو تنتين وحطيت أربع موزات سكر على أد ما أنتو بتحبوه أكيد أخدت من حليب إنجوي ثلاث معانق من حليب البودرة مع كل كوب من المي وحطيت تقريبا هنا ثلاث أكواب رح بالفاصل نطحنهم بعد الفاصل الشف سيصبح هو الشف يطلخ وأنا سيصبح مكانه يلا هاتهم رح نقول الجائزة اللي هلأ لعمر الزعبي عمر الزعبي قلت نبغيك يا عمر فاز من أين يا مروة من حبيبة فست معانا أكيد بفوتشر مقدم من حبيبة سوف تأخذ حلويات العيدة بعدين لدينا الجائزة الثانية من أثواب ياسمين يوسف من عند أثواب كمان مبارك تتهني فيها والجائزة الأخيرة ستكون من عند أشتال غادة نادي من عند أشتال فاصل صغير رجعين الشف سيعملنا وأخيرا البلالية سيعملنا القلبة اخير مبارك مرحة معانا اعتلعوا يا عالي لأني عزمت كم يوم بلا 2 ساعات 9 ونص سوف أجدكم بحبيبة فرع ضابوك والذي لا يأتي سجل اسماءكم على الباب يا علي خالد، هيثام، ويثام كل من يحضروننا أيضا إذا تحبوا توجد تشوفونا هناك إن شاء الله سنكون بحبيبة يوم الاثنين ساعة تسعة ونوص مصعب أنت أول الحاضرين اسمك على الناس القائمة لكن عندما بدأنا علي يأخذ الصفرة الحلوة يأخذ الدجاجات ويأخذ السلطة الحلوة والعصير اللي عملناه حبيبة جنبي يعطينا لنا معمول العيد ودائما حبيبة عاملين عروض على معمول العيد لدينا جوز، لدينا فستق حلبي وعنا بالعجوة طري بجنن زي معمول الوالدة أكيد راح تحبوه كثير على ضمانتي إذا بدكم تعالوا يوم الاثنين دوقوا وخدوه على العروض لتشوفوا الثيم اللي عاملين بجنن للعيد هاي حتى حطيه من أي سنة بلشوه بلشوا عملوا قصتهم من عام 1927 وحلو حبيت يقام بها الحاج محمود حبيبة صاحب هذا الصرح المميز برؤية تجاوزة السعابة يعني طلعوا قدي الكرام الحلو اللي بنحط لكم كيف كانت مصيرتهم بطريقة كثير حلوة يوم الاثنين كمان بندر راح يحكي لنا أفكار وإشياء كثير حلوة كمان عن المعمول وابتداءا من بكرة إن شاء الله إحنا كل حلقاتنا معمول ليوم الثلاثة كل يوم الجمعة بكرة راح تكون معاي سيدي تعملكم قراس العيد راح تعملكم كمان كعك العيد راح نعمل اليوم السبت ثلاث أنواع من المعمول السريعة الاثنين برضو أنواع من المعمول الثلاث راح نعمل المعمول اللي بالسميد اللي متعودين عليه فعلنا أفكار كتير حلوة إن شاء الله بتداء من الإسبوع الجال شاف أنت بلشت الوصف وإحنا نسما حكينا أولا إشياء أنا بلشت علشان بيأخد وقت علشان يشوفوا الشكل النهائي اللي هي الشعرية إحنا حطينا أول إشياء للبلاليت راح نبدأ فيها تمام سمنة البلقة اللي بنكهة الزبدة أيوة بنكهة الزبدة حطيناها أو إذا بدون نحطوا الزبدة بعدين بنقلب فيها الشعرية أوكي؟ بس الشعرية تبعتكم شوي مختلفة فيها تحكي لنا في منها أنواع في منها أنواع بتيجي لسميكة مثل هيك وفيه بيجي منها الرفيعة المتعرف عليها وطبعا موجود الشكل العادي الصغير فيها عدة أشكال كل شوي لازم أذكركم أنه الشف محمد والله العظيم حامل الشنطي فيها الشعرية وفيها البلندر الخاص فيه وفيها صخون التقديم اللي هو بالدياء يعني فيهين الشف يعني فظيع بحب أكون مجهز نفسي طيب بنظلنا نقلب فيها لغاية ما تشأر زي ما أنت شايف هيك كيف بلشت تشأر حلو هلأ إذا حابين أنها كل البلاليت وتكون ماخد لون أشأر أوكي أنا بحب يكون فيه لون عامل زي تايجر كيف؟ بيكون نصها أشأر والنص الثاني أبيض فبعد ما بحمرها شوي نص تحمير بحط عليها النص الثاني حلو فبيكون لساته أبيض تمام بعدين نضيف عليه على طول السوائل هلأ قبل ما أضيف السوائل بدي أحط شوية سكر حلو يتكرم الماء لأنه طبق حلويات حلو فرح نضيف عليه معلقتين كبار سكر طبعا هاي الكميات اختيارية وحضيف شوية هيل حلو مع التقلاية مع التقلاية طريقة شوية مختلفة لأحنا متعودين عليها أوكي وحضيف عليها كمان شوية من روح الزعفران الزعفران بالأخير هلأ حمصناها بسنة البرق لبكة الزبدة وأرجع ذلك لكم موجودة بنكهتين السن البلدي ونكهة الزبدة اللي هي للمعمول احفظوها واشتروها ورح أعمل أنوياكم لايف إن شاء الله على صفحتي يا الأحد يا الاثنين أمشي أنوياكم كيف بس المعمول اللي حتى نعملوا بالحلقة بس نطبقوا عشان من يوم بالمية الوصفة تنجح معاكم رغمون الحمدلله وصفات المعمول نزلتها عشر مليون وما خبيت فيها ولا شيء زي ما تعلمت من أمي زي ما نقلت لهمية والحمد لله والحمد لله كتير ناس جربوه والمعمول ليس سهل الناس تضبطه من أول مرة صعب فالحمد لله نبدأ كل هذا الاسبوع الجاي ووصفات معمول آخر يومين سنذهب إلى وصفات للعيد خفيفة لطيفة طيب أنا شوية مستغربة نحن أنو ما بنعملها أنا بعد ما قلبت الشعرية حطيت عليها من السكر وشوية مطيبة حلو هلأ بدنا نغمر عليها المي بس أنا مرح أضيف بس مي هضيف حليب مدوب فيه خيوط زعفران حلو حليب مدوب فيه خيوط زعفران عشان شون نكهة تسير أحنا بس أنت لأنت عامل كمية بسيطة فحطيت تقريباً كوب من الحليب تقريباً كوب استخدمنا أكيد حليب نادك تستخدم طبعاً الشيف استخدم هلأ خالي الدسم تستخدمه كامل الدسم أو قليل الدسم ثلاث باكتات زائد باكت موجودين بكل أسوء بتقدر تأخذوا باكت واحد حلو بنا نحط عليها شوية مي حلو عشان نزود الكمية إذا بدكم الكمية تكون كلها حليب أوكي أطيب بحليب كامل أو بمي وحليب أحياناً في ناس ما سأقول لك ليش كله حليب خلي المي بيخليها أخف شوية أخف شوية فأنا بس حطيتها الأدة ما رح نكتر تمام لغاية بس ما تستوي بدها الشيء خمس دقايق في منها لون الأزرق وفي منها الأورنج هلأ البلاليت بيقدروا يأكلوها لحالها هيك بقدروا لحالها بس بقدر تأخذ ويت بيعملوا البلاليت بحطوها بطبقة بحطو عليها بيض أوملت وبيفطروا عليها الصبح آه أوكي أنا البلاليت اللي بحكي لك عنها إحنا منقلة الشعرية الناعمة تبعتنا ومنحط فئيها حليب منطبخهم مع بعض سكر عرفتها؟ ناكلها بالشتة دائما أيوة بالضبط بالضبط لذلك أنا أحب علي هذه البلاليت بس هاي مختلفة تماماً تماماً بس حلو مع بيض نعم بيأكلوها هيك في فطور ذاكية إشي مختلف يعني هذا معروف فطور الصبح بيأكلوه دائماً بيكون البلاليت أو الشعرية اللي أنا عملتها بالزعفران والهيل وبحط على وجه أراس بيض أوملت حلو 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 كان لازم نعمل هذه الوصفة يعني كمان بتمنى اللي بيحضرونا لأنه شف محمد جاي من الكويت وأنا سعيدة كتير أنه هو معانا اليوم بفطور الصحور لحتى عملنا هذه الوصفة حلو الواحد يتعلم أو يشوف وصفات وتقاليد دول أخرى ثقافات الدول تانية صح إيش مختلف برمضان بين الكويت قلنا وهوان يعني شوف إحنا بالدول العربية عادة مش كتير ما في الاختلاف الكبير دائماً نفس الروح نفس الروح العائلة اللمة حوالين سفرة الفطور والسحور هادية وتنوع الأكلات دائماً الأكلات تتلقى الجانبية أكثر كمان من الأطباق الرئيسية تعملوا مثل الضواء والأجوار والتفاصيل لازم لازم أكيد طبعاً والمسحرات وفي عندنا كمان تقوص مخصص بالكويت والخليج اللي هو القرقعان القرقعان اللي هو بيوزعو للأطفال بآخر عشر أيام قبل ما ينص رمضان بعشر أيام صح؟ لا هو بيكون يوم 13-14-15 رمضان طب خلينا نحكي بس عن القرقعان نحن نخفق لأنه علي بيقول لي أنت فضيعة امتياز أنت وشف تحكوه؟ أه أين الكوب المعياري؟ كوب المعياري دعني أعطيك كوب المعياري كيف عملت شف هلأ؟ أنا هلأ بس حطيت البيض بدأ أضيف مقادير القلبة نعملها القلبة عبارة عن ست بيضات أه، ست حبات بيض وثلاث كبيات حليب تمام وعلبة حليب مكثف محلة هاي إحنا استحدثنا الطريقة زمان كان يحطوا حليب وسكر تمام، فهلأ الحلب مكثف محلة بيغنينا عن السكر تمام، ست بيضات، هاي الإلبة هي نفس الكريم كراميل كأنها هو صح، بس الإلبة، لماذا يسموها إلبة؟ أه عارفة أيام زمان بالبيئة الخليجية، بيئة بدوية فكانوا إيش اللي عندهم منتشر الغنم أو الماعز صح، فيأخذوا الإلبة هو الحليب اللي في بداياته صح يعين عليك، اللي يسموه اللوبة صح هذا كان يأخذوه ويعملوا منه الإلبة بطبخوه على النار وكانت بتجمد لحالها مباشرة لأن الحليب اللي أول مرة مكان، بيكون دسم مليان أيوة، بتكون اللي هي يعني البكر، يعني اللي بتكون الماعز اللي بتكون لسه مطلعة أول مرة حليب هاي، خلاص، أمورك تمام؟ آه، تمام، تمام شو حلوة هاي البلندر، حبيتها لا صوت ولا حس ولا إشي، هاي علي علي بقول لي، لازل تخديها من الشفقة لبعض هاي خلاص من عيوني، من عيوني بس هادي بنخلط خلط بسيط، بس مجرد ما البيض يختلط تمام، وهيك بتكون خلصت خلصت الوصفة؟ بس، بنضيفها على طول بالطبا وبنحط عليها المطيبات على الوجه، الهيل والزعفران حلوة، وبتدخل الفرن ساعة بمغتص مي آه، يعني منحط صينية فيها مي أيوة، وبنحطها جواتها، منغطيها ولا ما في داعي؟ منبلا، منغطيها، منغطيها منغطيها، ساعة زمن بالزبط على التكة على حرارة 180 وبتطلع زي الفل، وبتخطوه بالتلاجر أحنا، منكملها على الوصفة، بس قبل ما نطلع على الفاصل لماذا يعملون يوم 13، 14، 15؟ رمضان نعم، لأنه البدر يكون كامل، فبكون الشوارع مضوية فكان الأطفال يقدروا يمشوا بالشوارع وفي إضاءة لأنه زمان ما كان في إنارة فكانوا يوم 13، 14، 15، بيطلعوا بالشوارع وبلموا حلويات وأكل ومكسرات من الأهالي المنطقة فبيلفوا يقولوا قرقعان وقرقعان، بيت صغير برمضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام بيطبل، بيطبلوا، والأهالي بيطلعب ورزو عليهم مكسرات وحلويات فهذا واحد من التقوص الحلوة، وأنا عشتها أنا وصغير كنا نعمل وهلأ تعملها بنتك أكيد؟ هلأ لا، ليس كثير، نعملها بالبيت عائلية عائلية، أوكي ولكن كنا نطلع بالشوارع، نروح بالحارات، نلف على البيت، نبقى البواب وتأخذوا حلويات، بزبط، يكون حطينا، طيب، نحن نطلع فاصل، طبعا الكلام مع شف محمد لا يملي يعني بقول له أنت بدأت تأتي بغير رمضان، إن شاء الله، إن شاء رمضان هيك كثير مضغوطة بتكون لحلقات لحتى نحكي معا، فكل ما بدأت تأتي على الأردن، بدأت تكون معنا هنا، من عيوني نأخذ أسماء الرابحين بهذا الفاصل يا علي رح نقول مبارك أول شيء للسحر سنينية، رح فازف بإيش؟ من عند حيد المراد، القسيمة إشرائية أكيد تتهني فيها، والجائزة الثانية تكون أسماء كراجة فازت من شين بإفطار لشخصين على فكرة الأبطار رح تحبي كثير، والمكان رح تحبي كثير، شيء الموجودين على الدوار الثاني لا تنسوا تحكوا تليفون وتأخذوا العيدي أحلى سنة بالعشر أو آخر، ريحوا حالكم يوم من الطبخ وروحوا على شيء، فاصل صغير رجعي ورحمة اللحظة والشترك على الكثير من سنة المرتفعة منطقة حبيبة من بين الجاج والسلطة كيف أنت ماخدها يا علي؟ لا، مبدع، مبدع، خلص، أنت لك صحنين كناف لما نروح على حبيبة لا، هيتم أنا آسفة، أنت لك تلتصحون كيف جحرني هيتم على طول أنه هذا فنه على كل حال، كل اللي يحضرونه هلأ سريعا جدا فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، على عمان تيفي أوفشل وعلى صفحتي هلأ 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 بسرعة اكتبوا، جاوبوا سؤال حلقتنا شو طبخنا اليوم طبختنا الرئيسية وشيروا الحلقة لأنه معانا دقيقة وحدة لمروة تسحملنا أسماء الرابحين معانا بآخر فقرة احنا خلصنا الوصفة، هلأ أنت حكيت لي القلبة بتفوت على الفرن ساعة كاملة على حرارة نعم على حرارة 180 من تحت بس، وتكون مغطية طبعا وبعدين بحمام مائي وبتطلع وبتصير زي ما أنتوا شايفينها هيك بس طبعا أنا حطيتها بالتلاجة بتتماسك أكتر وهلأ عملنا البلاليط معكم راح حطم على الجنب هيك نزينها هلأ ساخنة باردة شيف هي أسكة باردة الصراحة شيف كنا نحكي أنه هو يعني النقاش مع الشف كتير حلو ودايما أحب بحكي طريقة تفكير الشفات غير الشباب تختلف عن طريقة تفكير الشفات البراط مش عرف صح ولا غلط عفوينك ترحنا لا أحلة بتعلمينك لا 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 لا، هل ما رح أرد؟ جايب ملعبها، جايب ملعبها أحكي لا، بمزح، بس الأسهل أنك تطلع على الشف وتحكي للناس أنه أنا أطبخ مليون فكرة، مليون وصل مليون كذا وللأسهل أنك تدخل قلوب الناس، وللأسهل أنك تحافظ على النجاح الذي أنت فيه، وين الأسهل لك في التفاصيل؟ طبعا، أكيد النجاح ممكن أي حدا ينجح بأي فكرة ويتنعمل ويضرب ضربة مثلا بس أنت الفكرة أنك تحافظ على محبة الناس واحترامهم لإلك أهم من المحبة الإحترام، أنهم يظلوا يحترموك ويظلوا يثقوا برأيك وبزوءك والله يشف حكالي كلمة جوهرية وإحنا تحت الهواء يقول لي امتياز مو مهم الناس تحباك، المهم الناس تحترمع طبعا، 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 ذا تقول والله شف هذا مقدر، والله شف بعمل صفات حلوية، طبعا، أشف ميز محمد الكالحام؟ أنا بحاول أكون دائما قريب من الناس أعمل الشغلات اللي هما بعملوها في البيت وأستخدم الشغلات اللي بيستخدموها في البيت عشان ما يحسوا أن أنا بعمل شي مختلف عنهم إنك قريب منهم، من بيتهم أه، وأستخدم أدوات مختلفة، وإني أكون دقيق كثير بالمقادير هذه هي وصفتي اللي هي اللي كانت القلبة مع البلاليت، حطيت عليها لوجه البلاليت هذه هي وصفتي لحال، وهذه وصفتي لحال، أنا اليوم دمجتم مع بعض، وطبعا، أنتو الوصف علينا والتزيين عليكم يعني.. دائما البنات أشتر مني بالتزيين لا، لا، أنتو لو تشوفوا صفحتي الشف وتشوفوا قدي بيزيين، ويطلع لكم الأفكار والوصفات، عندك أولب الكيك، حتى بشوفك بالتحضيرات أنا مدمنة أولب كيك يعني فضيع جدا، راح نقولها لعلى الصفرة، ونجع لحكي له أن البلاليت بتتاكل بيكويت مع البيض صحيح، أهمنا كلها حلو، مع ماء زهر، وفزتو، وجوز، ولوز، وكل شيء يأكلوه هيك وهيك، لكنه مشهورة جدا، يأكلوه على وجبة الفطور الصباح البلاليت وبتكون عليها أرس بيض أمليت، ويأكلوه على الفطور، يكون مشهورة يعني شوف أنا عم بقرأ شوية كمان كومس مني، احنا عم تيجينا، كلهم عم تشكر وجودك معنا يعني كل الاحترام والتقدير عم يبعثوني لإلك كل الاحترام والتقدير لإلك والوجودك معنا، نبسطنا فيك اليوم قد الدنيا شوف كمان أهداني يروح الزعفران سرح أول مرة بالحياة أستخدمه وما كنت أعرفه آه، إن شاء الله يعرفه، ممكن مع عمرين انتبهت اللي موجود عندنا؟ مش إنتك يعني، مش أدرك يعني، لا تسلم، بس يعني حبيت فكرته، بستخدمه نفس الزعفران أه، بيعطيكي أنكها يعني بديل، كبديل عن الزعفران حلو، يعني بقدر استخدمه مع المعمول صح؟ ممكن، حلو، إذا بدك المعمول في الزعفران قبل أن أختم مع الشيف وأذكركم بأسماء الرابحين وأذكركم ما عملنا اليوم هناك شيء مميز معين بدي أحكي لك عنه، دائماً وأبداً بشوف صورك مع بنتك دائماً وأبداً بشوف أنه هي مرافقتك بالإسطوريات، مرافقتك بالمطبخ، مرافقتك بالوصفات فأنا بس بدي، لأنها إن شاء الله بترجع من المدرسة ورح تحضرك ورح تحضرك، والأطفال بحبه لما الوالد أو الوالدة تحكي عنهم وتتعبر عن محبتهم، ماذا تقولها؟ حبيبة لأيانا بنتي، أحبك كثير، وليس أحاول أن أتعامل معها، فقط بنتي، أحاول أن أحييقها وأنها سنصبح أصدقاء عندما نتبه، أحبك وهي أكيد تحبك، وإن شاء الله تنبسطي ولكن ترى بابا معنا اليوم، وأكيد أنه أنت راجع لكويت بعد بكرة بعد بكرة، إن شاء الله، إن شاء الله ترجع بالسلامة لكن حبيبة وأرجع لا، تعال، أنت واحدة والله، لنحن أحد إذا أريدك، أنت حتى الأحد ليس موجود، سارع لكن يجب أن نلتقي مرة أخرى، وأن تقول لك كل مرة أن تكون معنا، أكيد هذا صار بيتك ومكانك وكل مرة أن نشوفك معنا بأكلات وأفكار وأصوات، ولكن لا نأتي من الكويت، خلص، أحنا حاضر، إما غير جاي، أقول لك شبكي محمد أغتش عم بيحسد لك بالبلندر، طبع تقول كل شيء يقول لي، امتياز لا سلكية، امتياز هايبرد، امتياز أمسرقش، امتياز امتياز فهي كهرباء، بتنشح، بتستخدمها، صح؟ بزبط، صح حبيناها، كل ياتنا، فدير بالك عليها ويتنعجع لكويت نأخذ أسماء الرابحين يا علي منا نقول مبارك من هاوس أوف جولد لسهات حوراني والجائزة الثانية تيكت سفر لشرم الشيخ لعارف رحاحلة، مبارك يا عارف، إن شاء الله تتهنى فيها، بتقدر تسافر فيها وقت ما بدت وكل اللي حضرنا اليوم، نشكرهم على حضورهم معنا، وعلى أنه، ما حضرتوا معنا، الأفكار والتفاصيل وأشكرك شرفي محمد بصفتك قد الدنيا وصراحة الحلقة حلوة فيك، حلوة بكلامك، وبالأفكار اللي وصلت لنا إياها، وكلام معك لا يمل الله يسلمك يا رب، تسلم شكرا كثيرا ووصلتك كارث وتجنن نسينا أن أقول لكم أن نضع عليها ميت ورد على البلاليت على فكرة وأنت قلت لي الوردات، نسي تجيبهم بالكويت ونسي تجيب الوردات اللي هو دي محمودة بس أنت زينهم وردات حلوين، لأنه شف كان حبي زينهم بالوردات عملنا على السرع اليوم جاج المحشي ورقنا، عملنا سلطة البوقليات، وعملنا عصير الأبو قادو والموز وأكيد الشف محمد عملنا الباب البلاليت إن شاء الله هذه الوصحات تكونوا عجبتكم، بكرة إن شاء الله سنبدأ بأولى حلقاتنا لا تحضيرات العيد، ستكون قراس العيد وكعكي العيد، فلا بد أنكم تحبارونا، باي باي اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة